اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلب السنة تالتة عدادة يارب كلكم تكونوا في خير نرد ان شاء الله الحلقة التالتة والاخيرة في مراجعة الجرامر للمنهج الترم التاني نرد ان شاء الله هنراجع على يونت سكستين سفنتين اتين طبعا كان نزل مراجعتين قبل كده اتمنى تكونوا شفتهم كويس جدا وذكرتهم حلو دي المراجعة التالتة ويلا بينا نبدأ مع اول يونت سكستين تعالوا مع بعض نفتكر اليونت دي كنا بنتكلم فيها على ايه في الجرامر طبعا وبعد كده نرجع نحل كل الاسئلة الموجودة عليها طبعا يونت سكستين احنا كنا بنتكلم على حاجة مهمة جدا جدا وهي الفرق ما بين او كنا بنتكلم بقى على استخدام زمن الماضي التام لكن عشان نستخدم الماضي التام كان لازم الاول نراجع على زمن الماضي البسيط وكنا عارفنا ان الماضي بسيط ده تكوينه زي ما انتوا شايفين كده يعني بيتكون من التصريف التاني للفعل التصريف التاني للفعل واحنا عارفين ان الافعال نوعين في افعال عادية وفي افعال شازة الافعال العادية حبار عن الفعل مثلا زي winter زي مثلا play ده فعل من الافعال العادية. بعمله عشان اجيب التصريف التاني بتاعوا بحط له ايدي. تمام? طيب الافعال بقى الشازة دي لازم تكون حافظة. دي ما فيش فيها مفر لازم تكون محفوظة. تمام? زي مسلا زي انشنت ايجيبشنز. برضو هنا. ده برضو تصريف تاني. النفي بتاعه بن فيه بايه? هل بن فيه بقى بحط not كده وخلاص? لأ بن فيه بدد not. او didn't. بن فيه بددنت. فمسلا هنا المثال بتاعي بيقول او الاول نشوف التركيبة. بعد كده didn't لكن خلي بالك من الحتة دي didn't بيجي وراها الفعل في المصدر. مش في التصريف التاني بقى. لا didn't بيجي وراها الفعل في المصدر. زي i didn't send the email. هنا مثلا استخدمنا فعل في المصدر. عندنا بقى السؤال بعمل ايه? بعمل عكس الجملة دي. او مجايب كده. did طبعا مش not بقى. او مجايب did في الاول. وبعد كده subject. وبعد كده الفعل في المصدر وعلامة الاستفاق. يبقى التركيبة زي ما احنا شايفين كده. ده سؤال بهل. التركيبة اللي انا عملت عليها المربع دي. اما لو اريد سؤال سؤال باداة استفهام طبعا بحطها في البداية قبل did. يبقى لما حب اسأل سؤال استفهام في زمن الماضي البسيط. بيبقى عبارة عن اداة استفهام بعد كده did. بعد كده subject to a المصدر. بالتركيبة دي بالزبط. زي مثلا. why didn't you do your homework طبعا ممكن استخدم did او didn't عادي جدا مفيش مشكلة. سؤال بالاثبات او سؤال بالنفي. البس في بتاعه عشان نكون جبناه بالكامل يعني. بيتكون من object was aware والبيبي. object was aware والبيبي. وبرضو مثال عليه زي many schools were built in our city last year. طيب دلوقتي بقى تعالوا ما نشوف مع بعض the past perfect. البست perfect الماضي التام. التكوين بتاعه بتكون من ايه? بتكون من حاجة سهلة جدا جدا هي هاد. طيب ليه مستر قلت سهلة? عشان احنا عندنا ال present perfect اللي هو الشبيه بتاع ده لكن في المدارة بيبقى من هاز او هاز مع المفرد و هاز مع الجامع وقصة كبيرة جدا. لكن ده مريحنا بقى. ال subject ده مفرد جامع مذكر مؤنس ملناش دعوة. كده كده بيجي وراه هاد. والبيبي زي ما قلنا على التصريف الثاني نفس الكلام بالزبط. الفعل بنضف له ايه دي? لو فعل عادي. اما لو فعلش هاز فلازم نكون حافظينه. ومثال على كده. I told my friends that I had put a new t-shirt. ادي هنا هاد وادي الفعل في التصريف الثالث. before I went to school. قبل ما اروح المدرسة. I had eaten my breakfast. انا كلت الاكل اللي بتاعي. ادي هنا هاد وادي البيبي. النفي بتاعه هاد بحط لها not وبس كده مفيش اكتر من كده. زي المثال دوت كده نفينا المثال الاول ونفينا المثال التاني. برضو مكملين ونشوف دلوقتي السؤال بهل. بجيب هاد في الاول زي ما قلت على ديت بالزبط. هجيب هاد في الاول وبعد كده السبجكت وبعد كده البيبي. زي السؤال ده. had you washed your hands. ادي هنا هاد وادي البيبي. والفعل طبعا في النص. السؤال بعد استفاهم كل الفكرة ان انا بزود اداة استفاهم في البداية هنا كده قبل ايه? قبل هاد. بالمنظر ده. زي ما كلمنا برضو على did. what had you eaten? ادي هنا وات. اداة استفاهم. هاد. ودي الفاعل و ادي التصريف الثالث. دلوقتي بقى تعالوا ما نشوف الاستخدام. انا هقف لحد هنا كده في الشرح اللي كان معنا. وانا دلوقتي عايز منكم حاجة واحدة بس هتفاهمكم الدنيا دي خالص ولا افتر ولا بفور ولا كل القصة دي. ركز معي بس في الحتة دي. دلوقتي انا عندي ادي خط زمني. ده الخط الزمني هو. ده المدهرة. ماشي. هسميه هو بي ار بريزنت. ده المستقبل. الفيوتشر اللي هيركز معي في الديتين دول. هيفهم الزمن الماضي التام من هنا لحد تالت سنة وان شاء الله. ودي هنا كل الفترة دي طبعا دي الماضي. كل الفترة دي. لو انا عندي حدسين. ده استخدام بقى زمن الماضي التام. لو انا عندي حدسين. حدس حصل هنا. وحدس حصل هنا. طبعا احنا هنا دي المات في الفيين وكام? الفيين وطنع mark. حدس حصل في الفين وثنتاشر. وهدس حصل في الفين وampf 2011. تقدروا تقول له لي مين حصل? الاول انهي اقدم حدس? طبعا اقدم حدس هو ده. الحدس القديم ده بستخدم معه بستخدم معه I? بستخدم معه الباست الفيار فريكت الحدس القديم بس مش قوي. قديم شوية بس كده بستخدم معه الباست سيمبل الماضي البسيط. بس كده. يبقى كل الفكرة ان انت هتعمل خط زمني. تشوف اني حدث حصل الاول. تمام? اللي حصل الاول هستخدم معه الماضي التام. اللي حصل التاني هستخدم معه الماضي البسيط. ممكن يجي لي ثلاثة احداث. ايوة ممكن يجي لي ثلاثة احداث. القديم فيهم هو اللي بيبقى ماضي تام. والاتنين التانيين هيبقوا ماضي بسيط. زي مثلا هنا بيقول. I went to the park after I had finished my homework. هارفين اللي حصل? اللي حصل ان هو خلص الوجب بتاعه الاول. ادي الحداث الاول. بعد كده روح للحديقة. من هنا استنتجنا ان after بيجي وراها البي بي. يعني ايه البي بي? يعني ال past perfect. تمام? اختصارا يعني. ودي هنا اللي بيجي قبل افتر بقى او الناحية التانية خالص يعني بيكون البي اس اللي هو ال past simple الماضي البسيط. عكس الكلام ده بيكون before. عكس الكلام ده بيكون before. هنا هنا مثلا بيقول هنا ولا جاب لنا افتر ولا before. تعالوا ما نشوف ايه اللي حصل الاول. هو انا هلاقي الالم الاول ولا هضيعه الاول? طبعا لازم اضيع الالم. لازم اضيع الالم الاول. وبعد كده الاقي. ادي هنا بيقول لنا. هو ضيع الالم الاول. وبعد كده ايه لقيه. ده الحدث الاول وده الحدث التانية. تمام? تعالوا بقى ما نشوف التدريبات وانا اكتفي بالقدر ده. واللي حابب يرجع لشرح الجرامر ده يرجع له. ان شاء الله هتفهمه كويس جدا جدا. ومع التدريبات كمان هتقفله بنسبة 100%. يلا بينا بقى نشوف التدريبات وخلي بالكم برضو يا شباب احنا طبعا دي مراجعة فمش هينفع ان احنا نقول كل حاجة كل حاجة نعيد الدرس كله كشرح من الاول. ده هيكون متعب جدا جدا وهياخد وقت كبير. فانت لازم تكون شايف الشرح نفسه طبعا. دلوقتي بقى ايه? انا اصرد ان انت شفت الشرح كله. فهنكمل في المراجعة. I went to the park because I not my homework. تمام? I went to the park. because I had finished ولا I can finish. ولا have finished ولا وال finish. طبعا زي ما انتو شايفين هنا. عندنا الحدث الاول كان ماضي بسيط. الحدث الاول كان ماضي بسيط. تمام? انا رحت للحديقة لاني ايه? لاني خلصت الوجب بتاعي. معنى كده ان كان عندنا خط زمني. انا خلصت الوجب بتاعي الاول. وبعد كده قدرت ان انا اروح للحديقة. يبقى الحدث الاولين ده بيكون ماضي. تم. had finished. when he arrived at the station. لما هو وصل ليه المحطة. the train not. so he didn't catch it. خلي بالك بقى. دي عندنا ثلاثة احداث. السؤال ده مهم. عندنا ثلاثة احداث. عايزين نرتبهم مع بعض. اول حدث الوصول للمحط. ماشي? الوصول للمحط. وعندنا حدث ان هو ملحقش القطر. وعندنا حدث ان القطر يمشي. تمام? يبقى ايه اول حدث حصل? اول حدث حصل لازم يكون ان القطر يمشي. القطر يمشي الاول. تمام? لذلك هو لما وصل ما كانش ايه? ملحقش القطر. يبقى اول حدث حصل ايه? ان القطر مشي قبل ما هو اصلا يجي المحطة. يبقى الحدث الاولاني ده هو ده اللي بيكون ماضي تام. وطبعا هو الحدث بتاع النقط ده فهيكون هاد لفت. تمام? السؤال التالت. after نقط my homework I went out. طبعا هنا ادي هنا ونت. فواحدة يقوم متسرع بسرعة وايوم جاي ايه? مختار بعد افتر بيكون هاد والبيبي. فين الفاعل? فين الفاعل? طالما ما فيش فاعل بعد افتر او بعد بفور يبقى فيرب بلس ING وانت مغمض. طالما ما فيش فاعل بعد افتر او بعد بفور يبقى فيرب بلس ING. خلي بالك من النقطة دي عشان دي مهمة جدا جدا. my mother. نقط before she went to her work. طبعا هنا went ماضي بسيط بعد بفور قبل بفور بيكون فيه الماضي التام. before our teacher came to our school. ادي هنا برضو ماضي بسيط بعد بفور يبقى انها التانية بيكون فيه ماضي تام. by seven o'clock yesterday evening. لما الساعة جت سبعة بالليل امباره. انا كنت زاكرت ايه دروسي او كنت خلصت مذكرة دروسي برضو هيكون ماضي تام. as soon as I. طبعا as soon as نفس معاملة اه نفس معاملة افتر بالزبط. فيكون برضو بعدها الماضي التام. why are not upset? because her friend hadn't found her. ادي هنا hadn't found here. وعندنا حدث اولاني. عندنا برضو الخط الزمن. لما توقف اي مشكلة الخط الزمن على طول. هنا منار حدث الاولاني ان هي زعلانة. والحدث التاني ان صحبتها ما اتصلتش بيها. هي عمرها ما تزعل الا لما صحبتها مش هتصل بيها. يبقى اللي حصل اول ان صحبتها ما اتصلتش. بعد كده هي ايه? نتيجة لذلك هي زعلت. يبقى ده ماضي تام وده بيكون ماضي بسيط. يبقى هوز. طبعا مفيش اي فاعل. يكون فيرب ing وانت مغمض طالما مفيش فاعل ولسه حلنا في رقم تلاتة. عبدالله didn't tell me where he not the mobile. طبعا نفس الفكرة برضو. الموبايل هو حطه الاول وبعد كده ما قليش. هو حط الموبايل في الدرج مسلا الاول وبعد كده ايه? ما قليش. تمام? يبقى لازم يحطه في مكان الاول عشان يخبي عليا. تمام? يبقى هاد بط. نكمل. his bike نقط because he hadn't looked at. العجلة بتاعته اتسرقت لانه ايه? لانه ما قفلهاش. هو ما قفلهاش الاول. نتيجة لده هي اتسرقت. يبقى هنا ماضي بسيط. as soon as i saw mr. سعيد. اول ما شفت mr. سعيد. i remembered that i انا افتكرت ان اي نقط هم بفور. خلي بالك بقى من دي. خلي بالك من السؤال ده. برضو لحط الزمن. اول ما شفت mr. سعيد. يبقى هنا رؤية mr. سعيد. انا افتكرت ان ان انا شفته قبل كده. اول حدث حصل ايه? اول حدث حصل ان انا شفته في مرة زمان جدا سنة 2009. تمام? لما شفته دلوقتي? في 2019 افتكرت بقى. يبقى الحدثين دول حصلوا قريب. تمام? لكن في حدث حصل قديم جدا اللي هو الحدث ده. فييجي برضو الماضي التام. نركز بقى في الجمل دي. طبعا عندنا تيل وانتين لهم كاعدة برضو ان قبلهم بيكون ماضي بسيط منفي. وبعدهم ماضي تام. فهنا برضو هعمل ايه? الخط الزمني بتاعي. تمام? اهو. اول حاجة حصلت ان انا خلصت الواجب بتاعي. بعد كده انا رحت النادي. بقى ايه? اول حاجة حصلت? او الا هياخد الماضي التام? اهو. ده الحدث ده هياخد الماضي التام. و ايه اللي هياخد الماضي البسيط? الحدث ده. طيب وانتل بيجي بقابلها ايه؟ بيجاب لها الحدث ده لكن منفي? فههم قائل. اي دادن. طبعا هنا مش وينت بقى اهم اي الجوا عشان دادنت بيجي وراه الفعل في المصدر. و ده اللي خلانا ارجعنا للماضي بسيط. اي دادنت جو توزا كلب انتل وبعد كده اجيب الحدث ده لكن في زمن الماضي التام هنا عندنا after نفس الفكرة بقى شباب مش هنقد انه قرر يعني ونعيد ان after بيجي وراها الحدث الاولاني اللي هو ده عشان after بيجي وراها الماضي التام وبعد كده بيجي الماضي البسيط يبقى after I had studied my lessons I did my homework before بيجي بعدها الماضي البسيط وقبلها الماضي التام يعني الحدث الاولاني قبلها والحدث التاني بعدها تمام As soon as بيجي بعدها الماضي التام وبعد كده الماضي البسيط يبقى As soon as The bus had left When I wrote the letter I posted it اللي حصل الأول اللي حصل الأول إن أنا كتبت الخطاب وبعد كده أرسلته هنا بيقول لنا استخدم before يبقى إيه اللي هاستخدمه قبل before إن أنا كتبت الخطاب واللي بعدها إن أنا أرسلته يبقى I had written the letter before I posted it أنا كتبت الجواب قبل ما رسله تمام؟ هنا طبعا ماضي تام وده ماضي بسيط I brushed my teeth but first I ate my lunch بأول حاجة أنا كلت الغداء بتاعي الأول ودي اللي أنا هجبها بعد after After I had eaten my lunch I brushed my teeth نيجي دلوقتي على unit 17 وunit 18 اللي اتنين بيتكلموا على حاجة واحدة بس وهي حالات F وإحنا مش هنرجع لهم نرجعهم أنا عايزة تركز معي بس في التدريبات اللي جاية دي ركز معي بقى كويس جدا جدا أنا هافترض معك هنشرح كل الموضوع في التدريبات دي فركز معي عندنا حالات F إحنا عندنا حالات F كلها الحالة أو الحالتين اللي ممكن يكونوا صعبين في الاختيارات السفرية والأولى تمام؟ طيب أنا هركز دلوقتي عايزة تسيب الصعب دلوقتي على جنبه نركز على السهل اللي هو موضوعنا في unit 17 اللي هو الحالة التالتة وكنا خدنا في الحالة اللي فاتت الحالة التانية تمام؟ إيه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم؟ طبعا أنا بكتلم دلوقتي على الاختيارات على الاختيارات أنا أخليك داخل الامتحان إن شاء الله تحل أي سؤال في حالات F في الاختيارات عندنا F ممكن تيجي في الأول وممكن تيجي في النص تمام؟ أنا هافترض أن هيها تيجي في الأول لو جت في الأول بيجي بعدها لو لقنا ماضي بسيط يبقى الناحية التانية ود والمصدر هو هيعمل إيه بقى؟ هو هيعمل حاجة من 3 حلقا، سأقوم بكثيرا، وكثيرا على موضوع ثم يخشط ويقوم بخير ثم سأقوم بقولة أنها قد نظام الثالثة تسألّي الثالثة، غيرا يضعي الماضي التام ويسألني فيه حدها والبيبي، ثم قد نظام الماضي التام ويسألني فيه و Dominion. خلي بالك بس من حاجة في الحالة التانية خلي بالك من الحتة دي إن عندك العلامة بتاعت الماضي. العلامة بتاعت الحالة الثالثة withoutfeit. فممكن يجيب لك without في الحالة التانية. اعرف منين if dy حالة תانية اللي حالة تالتة لو لقيت without بعدها التصريف الثالث يبقى دي حالة تالتة يبقى دي حالة تالتة زي دي مثلا كده. ادي Per ودي وراه التصريف التالت يبقى دي حالة تالتة. اما لو لقيت ودهاف وراها مسلا ناون او وراها صفة وراها اي حاجة بقى غير التصريف التالت يبقى دي حالة تانية. تمام? يبقى ودعف لو وراها وراها فعل في التصريف التالت يبقى دي حالة تالتة. لو وراها ناون يبقى دي حالة تانية. نفس الكلام كده ممكن يغدعنا في النص اللي هنا ده. عرفنا الخدع بتاعته. طب ممكن يغدعنا هنا ازاي? ممكن يغدعنا هنا عن طريق ان هو يجب لك هاد. طبعا هاد من علامات الماضي التام لسه واخدنا في يونيت سكستين. تمام? لكن ممكن هاد دي تكون الماضي من فحل هاه. تكون الماضي من فحل هاف. فاعرفها منين? لو لقيت وراها برضو يبقى دي حالة تالتة. لو لقيت وراها نون يبقى دي حالة تانية. تمام? لو لقيت وراهم يبقى دي حالة تالتة. لقيت وراهم نوني بقى دي حالة تانية. وتعالهم نحل ونشوف. طب بالنسبة للحالة الاولى والصفرية دول هنشوفهم في اليونت الجاية. ادي هنا عندنا ودهاف والبيبي دايما متقولش ودهاف بس ودهاف والبيبي لازم ندور عليها. ودهاف والبيبي بقى النحن تانية فيه ماضي تام. ماضي تام. اشوف عندي كم ماضي تام. عندي واحد بس ماضي تام معه. لو لقيت اتنين بابدأ اقارم ما بينهم بقى اشوف هاخد الاسبات ولا هاخد النفيه مثلا. ادي هنا عندنا هاد والبيبي ماقولش هاد بس. هاد والبيبي يبدأي احد تامي احد تانيه ودهاف والبيبي. ودهاف والبيبي. ادي هنا عندنا هادنت والبيبي يبقى برضو الاخ الاحد تانيه هيكون فيه ودهاف والبيبي. شوفو انا مش هواقراء السؤال اساسا. هقرأ امتى لو اداني would ChaFarRived wouldn't have arrived. يعني اثبت ونفي where'd Rena extrapolate. ساحية هقرع. ادي هناها هاد ريد برضو. هاد والايه هاد والبيبي. وادي هنا عندنا شي نقط اندرستود. اندرستود ده التصريف التالت من فعل اندرستان. ده يبقى برضو هاد ومبيبي هو مندى عندنا. aدي هنا هاد استضد. ادي هنا هاد استضد. يبقى برضو ده الحالة التالتة. يبقى النحية التانية هيكون في الشعب الس truth. شايفين? ما قارتش ولا سؤال في الخامسة? اصلاها. ادي هنا. يبقى النحية التانية هيكون في ماضي تام. وانا مغمض. في كان ماضي تام في واحد بس يبقى الاجابة بتاعتي وانا مغمض. طب لو في اتنين هبدأ ان انا افكر ما بينه. اي ودنت هاف استعدد. ادي هنا ودنت هاف والبي بي. وهنا مديني بقى قلت لك ان هو يدينا يا اما دي اما دي. هنا مدينا يعني مدينا الحاكتين بيسألك بقى يا ترى هي اف ولا ولا قلت لك الحلقة اللي فاتت لو لقيت اف وين مع بعض يبقى اللي جيبة ان لس. لقيت اف وين مع بعض يبقى الاجابة ان لس. تمام? طيب برضو مش هنسلم لكده. احنا هنشوف لو لقينا الاجابة لو يبقى اف لو لينا الاجابة ما لم يبقى ان لس. اي ودنت هاف استعدد ميدسن انا مكونتش هادر استطب اف آي هاد جانت يونيفورستي لو روحت للجمع. لا طبعا. ما لم اروح للجمع. انما كنتش هادر استطب الا لما ايه? الا لما روحت للجمع. اي وندر هاو ساينجس وود هاف have been different بي بقى هو بس ناقص ايه? ناقص مايت. ناقص مايت او او كود. ادي هنا هاد ارائف دي بقى انها التانية بيكون ناقص. ادي هنا عندنا برضو البي بي. ناقص ودهاف. خلي بالك بقى المرضي في ودهاف وفي ود انتهاف. يبقى هنا هافكر بقى. هنا مش اختاره انا مغمضين. لازم نقرأ الجملة. اف وي اف وي هاد ارائف اد زاستيشن افيو منتس لتر. لو كنا وصلنا ليه المحطة بعد دقيق بسيطة. وي كود اوور ترين. وي وود هاف كود اوور ترين ولا وي وودن هاف كود اوور ترين. طبعا اجابة هتكون وي وودن هاف كود اوور ترين. ما كناش هنلحق الايه? ما كناش هنلحق القطر بتاعنا. اف اي نقط اناف time اي ود هاف فانشت. ادي هنا ود هاف وادي البي بي. يبقى طبعا عندنا هنا ايه? عندنا مودي تام. طب يا مستر ايه ال مودي التام هنا? عندنا هاد? عندنا هاف دي طبعا لا. عندنا هاف هاد لا. عندنا هاد ساد. طبعا اجابها تكون هاد 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 الاولى الفعل المساعد والتاني الفعل الاساسي. هنا بيقرينا اي داذنت تريجوجنايزز زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت. ان في الحالة الثانية بتلاقي الجملة زمنها مثلا اي دانت. اما في الحالة التالتة بتلاقي الجملة. زيمنهاها مودي زي ما انشاف كدة. داذانت بانشد centsclockه didn't وهكذا. تمام? فهنحلهم بسرعة بقى زي ما انتم شايفين كده لو انا كنت شفت ابن عمك كل الفكرة لما تلاقي الجملة في الماضي ما تلاقي الجملة في الماضي هتحولها لحالة التالتة مش التانية. وهكذا في باقي الاسئلة نفس الافكار بالزبط هو ممكن الاخيرة اللي مختلفة بيقول لك هنا استخدم فاقول ايه? هقول هو مكانش هيسقط انلس هي هات بين كيرلس انلس هي هات بين كيرلس الا لو ايه الا اه ما لم يكون يعني ايه ما لم يكون مهمل. تعالوا ما نشوف يونت اتين اللي بتتكلم على الحالة الاولى والحالة الصفرية يعني او الحالة الاولى بشكل عام او الحالات كلها اصلا جمعت جمعتها. انا اللي هميني هنا احنا اتكلمنا على الحالة التانية والتالتة الحالة الصفرية والحالة الاولى. في حتة سهلة وحتة صحبة. السهل ايه? السهل لو هو هيقولك اف. لو جاب لك نقط هنا وبعد كده هنا جاب لك وال والمصدر. لو جاب لك هنا وال والمصدر يبقى دي حالة اولى وهتختار هنا المدارة الايه? المدارة البسيط. تمام? طيب كده انا عرفت ان دي حالة اولى. طيب ايه تاني? لو هنا جاب لي بريزنت سيمبل برضو هعرف ان هنا بريزنت سيمبل بس دي الحالة الصفرية. طب يا مستر امال فين المشكلة? المشكلة بقى لو قال لك اف. وبعد كده جاب لك هنا بريزنت سيمبل. لكن ما جاب لكش هنا حاجة. ساب لك دي مفتوحة. ساعتها هيكون جايب لك في الاختيارات. لو عايز يصعبها عليك هيجيب لك ولو المصدر وهيجيب لك مدارة بسيط. كده تبقى صعبة. طب امتى تبقى سهلة برضو? لو جاب لك ولو المصدر بس? او لو جاب لك مدارة بس. تمام? تعالوا ما نشوف الاسئلة ونحل مع بعض. طبعا لو لقيناها الاتنين مع بعض هنفرق ما بينهم باللي استخدام. استخدام الحالة الصفرية بستخدمها مثلا فيه لو حقيقة مسبتة او حقيقة علمية او افعال مترطبة على فعل حدث في المدارة. تمام? اما الحالة الاولى فدي بستخدمها لشيء محتمل حدوثه او تنبق في المستقبل. تعالوا ما نشوف دلوقتي الاسئلة وان شاء الله نلاقيها سهلة. طبعا الاسئلة على الحالات كلها. تمام? فنركز مع بعض. وده اللي كنت بكلمكم عليه ان مش شرط نلاقي هاد يبقى دي حالة تالتة. لا هنا هاد وما راهاش بيبي يبقى دي حالة تانية وانت مغمض والحالة التانية بتكون المصدر. هنا مليش دعب الجملة النقصة انا باجي عالجملة دي. يبقى هي والمصدر يبقى هنا مدارة بسيط وانا مغمض عندي هنا كان مدارة بسيط عندي اتنين. لكن طبعا ما بيجيش بعدها نفي ف دي برضو مش معنا فهتبقى يعني لو اما هي تروح للحفلة او الاجتماعي اما انا مش هروح هنا كمان. ادي هنا عندنا هاد والبي بي. يبقى طبعا دي حالة تالتة. عندنا كام حالة تالتة? عندنا اتنين. عندنا دي ودي. اثباته نفي فلازم انا اقرأ بقى الجملة كويس. لو الولد كان نام كويس الليلة بتاعتم بارح. اي نقط سو تايرد. اي ود هف بين سو تايرد انا كنت هبقى تعبانة جدا ولا اي ود انت هف بين سو تايرد ولا انا مكنتش هبقى تعبانة جدا. طبعا الجابة هتكون بالنفي. انا مكنتش هتعب لو الولد ايه كان نام. ادي هنا عندنا مدارع بسيط. ودي هنا طبعا ونت ورا الفعل في المصدر دي فكرة سهلة جدا. اي ود هف. ادي هنا ود هف ودي البي بي. يبقى انا حالة تانية هيكون فيه اه طبعا دي حالة تالتة. فيكون فيه ماضي تام. ماضي تام هاد هاد. ادي عندنا ود والمصدر يبقى دي حالة تانية يبقى ماضي بسيط. ماضي بسيط. تمام? طيب ليه خدنا ماخدناش لان هنا الفعل الرئيسي اصلا. الفعل الرئيسي هنا اساسا هيكون وطبعا في الماضي البسيط. بيتنفي بوز او وير يبقى وزنت او ويرنت. اف هي ويرنت سو بزي لو هو ما كانش مشغول. مش لو هو ما كانش يملك مشغول. طبعا ملهاش ضعب هف خالص فدي مش معنا. هنا عندنا يو هاد نوين. ما دي هنا عندنا زي ما انتم شايفين هاد نوين اللي هي الماضي التام. طبعا ماضي تام يبقى انها حد تانية في وديو هاف. وديو هاف عشان دي حالة تالتة. اف زجاكت هاد بين برضو ماضي تام يبقى انها حد تانية هيكون في ميت هاف بوت. ميت هاف بوت. هنا بيسألني في اف او انلس. المرضي مش مدينا وين? فنركز مع بعض بقى. هي هاد جوت اب ارلير. هو يصحى بدري. هي ودنت هاف فين ليد فورورك. هو مكانش هيبقى متأخر على العمل. يبقى لو هو وصحي الصبح بدري. مكانش هيبقى متأخر على العمل. فهنا اثبات مش نفي يبقى اف. اف هي دازنت كليو لو هو مكانش تصل بيك ادي هنا ماضي بسيط يبقى الناحى التانية. يا اما ماضي بسيط يا اما ايه يا اما وال والمصدر. طبعا طالما مفيش فعل يبقى فعل في المصدر وانت مغمض اللي هي tell tell me immediately. طالما مفيش فعل. تمام? if water reaches hundred hundred degrees. لما المية توصل لمية الدرجة طبعا دي حقيقة علمية سابتة ان هي بتغلي. يبقى دي حالة صفرية مدارة بسيط مدارة بسيط. لسان. الشمس بتكون كوية جدا. لذلك انا مش هقدر ان انا اروح للشط طبعا دي هتكون حالة تانية. حالة تانية لان ده مدارة. حالة تانية لان ده مدارة. فبقولي عكس الكلام ده. لو الشمس ما كانتش حمية كنت انا رحت ايه الشط. tourists don't know about راس محمد. so they don't visit. نفس الكلام برضو هتكون حالة تانية. if tourists knew about راس محمد. they would visit it. تمام? الاثبات بمفيه والنفي بثبته. we didn't hear طبعا هنا في ماضي يبقى حالة تالتة. if we had listened to the radio we would have heard the news. i have to i have to get a ship flight or i want to travel to london. if i don't get a ship flight. لو انا ما حصلتش على على رحلة رخيصة. i want to travel to london. انا مش هزهب الى ايه? الى لندن طبعا حالة اولى. this mobile is too expensive for me to buy. الموبايل ده غالي جدا علي ان انا اشتريه. if this mobile wasn't expensive. حالة تانية طبعا. i would buy it. وطبعا معظم الحاجات دي كنا حالنا في اليونيتات بتاعتها. وبكده بنكون خلصنا المراجعة بتاعتنا. اتمنى تكونوا استفدتم منها. لو عجبكم الفيديو اتمنى تسيبوا لايك. واتمنى يعني اتمنى فعلا جدا ان انتم التالت مراجعات دول تهتموا بهم قوي. وتنشروهم كمان لزا ما يقول لكم على الفيسبوك علشان يعني يساعدوهم ان شاء الله. وزي ما قلت الحلقة اللي فاتت في بعض الدروس برضو هستبهلكم في اول تعليق علشان دي الدروس اللي الحمد لله الناس تبعتها السنة اللي فاتت وقدرت ان هي تقفل بسببها. فان شاء الله تنفعكم انتو كمان وتكون سبب في ان انتو تجيبوا اعلى الدرجات. شوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة